السلام عليكم لبنات والميمات دي وليكي ديرين لبس عليكم كنت مننا ان شاء الله تكونوا باخر وعلى خير والقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال مع فيديو جديد واليوم البنات جاي عندي وحد ضيفة لقود دي وقلت غنوجد ان شاء الله كل شي بيدية توحشت ذوك الرغيفات المربعين مع شحال ها دي شحال ها دي ارا من اللي بديتها لبنات الماحل ما بقيتش درد الملوي ولا الرغيف تدارني هائيا عفتو شحال مخد مجد العجانة من الصيف من الصيف ما خدمت معك انت كان عجن فيها هكا غير ملوير رغيف ولا الخبز زراع كنجيبو معي خبز شعير ولا الزراع ها دي ما بقيتش قاعة لبنات خدمتها حتى اليوم بعد كتاب لي هاتخدم هتجي عندي واحد ضيفة خليها حتى توصل ان شاء الله وغادي تعرفوها القود دي قلت ندير هكا رغيفات بغيت راح ندير شي حاجة مالحق قلت ندير رغيفات ندير نصهم مالحين ونص طيبهم عاديين نورقهم بزبدة والطحين قلت نشارك معكم ان شاء الله هالطبيلات القوتي شحالة دي ما شاركت معاكم بحال هذه الفيديوهات هكا كيفاش كان طبيلات القوتي كاملة مهمة البنات رغيفة تبارك الله را كولكم كتعرفو اليوم قلت نشارك معاكم الروتين دي لها دي العشية وهكا بين مالجي الضيفة ديالي وما فيها باسك اللي غا تشوف رغيف طيبين وخادي شحال مرة مشاركها معاكم غتبغي تعرف الطريقة غا نقولها لكم هكا غيب اختصار غيب مراحل وصافي مهم هنا يا لبنات دير تلاتة دزليف ديال الفورس مع جوز لايف ديال قمح الفينو انتوما لبنات اللي بغيتوا تديرو كمية قليلة انا هذي را تقدر تخرج دي حتى الثلاثين رغيفة انتوما تقدروا تديرو جوز ليفة فورس ووحدة ديال الفينو بغيتو هكا غي كمية قليلة بغيتو تديرو كمية كتيرة تبقى عندكم في كونجلاتو تقريبا ثلاثين ولا كدو ثلاثين واحدة غتديرو ثلاثة تزليفات ديال الفورس مع جوز ليفة ديال القمح الفينو القمح سبيسيال درت معهم قبيصة ديال الملحة نص معلقة صغيرة ديال خميرة الخبز ضرورية باش ما يدرناش في المعدة وتكون عملية الهضم قم يحضن الهضم يحضر ليفترون اجهة ثلاثين وسهل يحضر خميرة الخبز وضعه تصوير قليلة يستخدم نعيجة مع فورس يجب حمار وزوين نبقى نعجن بالمدافئة ديالجو بارد نعجنوه بالمدافئة تترجمها درغيفا كما يدفيتو قليل وعلي اعجنهم ان يرتاحوا قليلا ونزلوا امون العجيب ونصنع رجل ونصنعك ونصنعك أشاركم كيكة منوعة ونصنعك ونصنعك عيش كيكة جديدة كيكا بيرلي و الكريمة بيرلي رائعة يجوش البيضات يكون بحجم كبير قبيصة الملحة قريصة الملحة في الأول ستقوم بإضافة ستقوم بإضافة الصاشية و إذا لديكم الفاني ببودرة ستقوم بإضافة صغيرة مادقة مجهد كيبير مادقة الفاني بالنسبة لي هذه البيضاتة تضيف مدفعة بإضافة و لا تقوم بإضافة و يمكن أن تبعي بإضافة و تضيف حجمها و يجعلونه بيض و نضيف مزيد 0,5 كاس الزيت خليطة البنات و نضيف المزيد و نستمر في الخلط و نضيف المزيد سوف نأخذ القضية الحامض سوف نضيف نصف كاز الماء سخون سوف نأخذ بيرلي سوف نضيف نصف كاز المسخون سوف نضيف نصف كاز المسخون شفاف كاز المعض سوف نعلق الأسبوع سوف نعرف السابق نضع نصف كأس نضع نصف كأس و نضع نصف كأس و نضعه و نرى الميزاني و نضع ذلك و لا نستطيع القياس و يمكن أن تطور قياس و إذا النقطة و من قمت بتقليل و لأستطيع الميزان هنا نضع الوضع و نضع الخميرة و نضع الوضع شعرات الحرارة يمتلك المغربي على 180 درجة يمكنكم إيجاد القيكة في المول أعطي المراحل للقيت فتح تقديم المول لتعطي الملعجيب هنا يوجد الكيكا ديالي ردخلت الفرن ينقطع الكويرات العجينة العجينة من اللي تخليها في الجنب تحت واحد شوية هذه العجينة ديالي رغيفة البنات بالخصوص دابل جو بيرد تقدروا تعجنوها في الصباح من نتفاقو وتصديروها في شميكو وتنساوها هذي كنص معلقات الخميرة لا تخافوش منها نهائيا بالخصوص دابل جو بيرد ما عندها ما تقضي فيها سافي وتخليه واطلاق باش كتعطي الطوحو اللي كتقطعوها وتقرسوها كتجيكم سهلة مهم العجينة الرغيف دي مالبنات كتكون شادة فراسة كتكون قاسحة شوية باش كيجيوا ناجحين وزوينين مهم هنا أنا عيني ميزاني غنقطعوهم قياس يكونوا رغيفة صغيرين ونقطعات الكمية كاملة اللي درد ديال العجينة وعد غدين دوز ان شاء الله باش النص غدين ديرهم هكا عاديين بزبدة والفينو والنص غدين عمروهم بواحد الحشوة اللي سهلة سهلة واقتصادية وهي اللي غدين نفعكم فضل وقت رابل بلا ضيافة البنات هذة الرغيفة رات وجدوهم لوليداتكم القوتي والفطور وحتى هذي كل معمرين كيجيوا وعرين البنات في الفران خليت العجينة كترتاح وهنا غدين دوز نوجد العمارة هنا غدين دوز نوجد العمارة نقطع ثلاثة البصلات كبارين غدين شلدوهم رقاقين إلا عندكم الهاشوار حاولوا البنات ديرونبي أنا كنت ديتو الماحال وخسر ليه دبا خاصنين ناخد هاشوار إن شاء الله كينفع هاك كيب الخصوص في رمدان كان كينفع عيني ودبا إن شاء الله بإذن الله ما بقى والو إحنا دبا ركيبان لينة رمدان ما بقى والو إن شاء الله خاصنين ناخد شي واحد الكيكرة وجدت أنا خليتها شوية في الفران تحمرات مهم كترت محمرة وزبينة جال لون ديالة زبين هنا نوجد الكريمة اللي غدا نعمر بها الحفرة ديال المول العاجيب در ثلاثة الكيسان ديال الحليب انتو ما غديرو نسيطروا لأن أنا عندي أي طرم جموع قسمتو نسيطر الحليب هو ثلاثة الكيسان مع عمرينش ديال العنبة زدت عليه واحد فلون فاني دارولا ربنات ديروا فلون ديال فاني بجيكم الكريمة الزوينة حلي جاتني حتى أهم مهم هنا غدير ثلاثة المحلقات كبار يكونوا عمرين نزيان ديال سكار ثاني ده وغادي نزيد ثلاثة المحلقات كبار ديال نشا تقدروا تديروا ثلاثة المحلقات كبار ديال بودرة الكريمة باتيسير سوف تخلطوا العناصر مع الحليب وهو بارد تاك يدوبوا تخلطوا مزيان وغندوز نحطوهم فوق البوطة غريبة لكم الخالي تعقادوا بدك يغلي كتحيدوهم مباشرة من البوطة وكتجيوا تزيدوا ليه دك بيرلي تقدروا لبنات تزيدوا حتى الفرماجي لا بغيتوا لو عندكم فرماج كيري تزيدوا واحد جوج فرماجات غيجي الكريمة كريمية والديدة وميما انا درت غيب بيرلي إلا عندكم كيري يزيدوا هالبنات بالخاصة إلا درتوا غير نشا ديروا غير نشا في الأول باش كريمة باتيسير ما يغلبش على المادقة ديال الفرماج سافي هنا كيف مشتو غنخلط الدانو مزيان وغنخول كريمة فديك الحفرة انا عندي هدي المول العجيبة لبنات في 26 سنتيم مقياس ديالو في القطر ديالو وكي هزلي ينستيطروا ديال الحليب نيشان فديك الحفيرة ديما نستيطروا تلك الحليب كي عمر عليها ده غنخليها تبرد وعد غادي ندوز نوجد لها واحد لسوس كراميل اللي غنغلفها بها كاملة من الفوق سافي هنا غادي نمسحها كيرخام حتى كوجد فوق من الكيكا دوز على عال خلوش يشيفونا ولا شي منديل الخل كي يعقم كي يطهر يعني سافي وغتخدمو انا اصلا ما نقيا مدرت فيها وغيها كالكاسرونا وخلط فيها الكيك ذاك الشي باش موهم غادي ننقرس ده بغن دوز ننورق رغايفة ديالي هنا يا لبنات هذيك الكمية ديال اللي عجينا خرجت لي 29 قريصة يعني تقريبا نتخرج لكم 30-29 انا كبرتهم واحد شو هي سافي الطريقة رساه الهنا يزليفة دوبت في الزبدة والزيت وهاد زليفة الاخرة دهرت القمح الفينو مع نص صاشية ديال الخمارات الحلوة مع معين قاس صغيرة ديال الخمارات الحلوة سافيو هنربعهم عادي طريقة عادية وكيجوا درغايفة فنين كيجوا محلولين دا بتشوفوا البنات منين بدان طيبهم كيتحلوا وكيجوا واعرين انا بعدها درغايفة المربعين اللي ضاقهم عندي كيعجبوه مع النار طريقة سهلة البنات ركشتوا العجينة ما فيها تشي حاجة غاي هو القمح الفينو كتغلبوه شوية كي يجيوا محرشين وذوينين سافيو كتتتقرسوهم بالزيت كتتعمروهم بالزبدة والزيت وترشو عليهم الفينو مع خميرات الحلوة وتربعوهم سافيح تنكمل كمية كاملة اللي عندي هنية البنات درت النص ديالهم هاكا كيف ما قلت لكم عاديا والنص الاخر هاديك البصلة خليتها فوق البوطة حتى تدبلا تدبلا تقاع في مرة وزيت عليها تقريبا واحد الحفنة ديالربيع تقريبا واحد درهم ديالربيع قطعوها ودجدوها عليها كل ما كان في الربيع بززاف كتكون زوينة سافيو درت مليحها البزار تحميره والكامون سافي البنات حركت الربيع مع ديالعطرية حتى كي ينساجموا وحيتهم من فوق البوطة مسرحوا يختار على المرسل شحر من سيفوه المرسل شحر كثيره مع هذا الحفظ سوف ينفعكم في الرغيفة سافيو لو أفكام بالنص إولاده و المرسل شحر المرسل شحر من السفل من بوطة الحفظ طبع بززاف كتبال لا يمكن هذا المرسل لدي من السفل ومن تحضي هادي ذب ربيع اضعوا على الربيع والعطرية وعمروا بها الرغيفة بلاش حما بلد تشي حاجة تجي بنينة هي كتر قاع من هاد البصلة العادية مهم طريقة سهلة لبنات كنورق القريصة كنعمرها كنربعها وكندير وحدة اخرى حتى هي لبنات كندهنها بالعمارة وكنحط وحدة وسط وحدة صافي وكنربعهم طريقة سهلة بحال هكا غنستمر غنصوبهم كاملين هادولي بقاوليا سوف ندخلهم الفران ونطيبهم في الفران بشكل مختلفة النصف العاليين نديرهم في المقلة وهذا في الفران صافي هنا هي البنات بعد ما ربعتهم كاملين كانوا يبقوا لي 14 قريصة وحدة في وسط وحدة أعطوني سبعة رغيفة معمرين سوف ندهنها كبس زيت مزيان بشكل مزيان سوف نقرسهم وندخلهم الفران طريقة سهلة سوف يأتيوا وعرين في الفران البنات وفي العمارة اللي قلت لكم يأتيوا الديد هكا يالدوازاتي وهي البنات الضيفة ديالي وصلت نادية يومية نادية الشريقي عارفتوها البنات اللي كنت صورت مع الحلقة تصيدة لي من وزان صراحة واحد السيدة والله العادي ماشي حت قدامي ولهذا درويشة وجاتني بحل نفسي كما تنقوله ذاك شي عرضات علية اللي عقلته أخر من اللي صورنا مع ذاكو الحلوات وقلت ليها ضروري ما تجيح تنتي عندي عرضت عليها البنات اليوم وجات عندي واحد الإنسان الله يعمرها درويشة ومن الناس البنات اللي كتحسي بهم أرا ما بغينك شي لم تطلحة كما تحسي بهم أرا ما بغينك كنتي أعرفتوش حال المرة والله العادي كان مشي عندها وكتعرض علي وما كانت صورش نهائيا غا مؤخرا ومشيت عندها عرضتني لقودتي وما صورناش قلت لي نحنا نقز ونجمع وما تصوري موالهم وما خلتنيش نتصور واخا كان وصفت زبيني وقلت لي قلت لي يعني كتحسي بإنسان بغينك كنتي حترتاح الكتهي إنسان الله يعمرها دارة البنات ووصفتها غزالين غزالين وعجبتني البنات بالحداقة والتاويل ودارة متولة ورا شاركت معكم جولة في المطبخ ديالها رائعة عجبني ذك شي دياله والله العادي ما البنات ومن بالنسبة للبنات الجداد وللي ما شافوش الفيديو واللي درت أنا وناديا هتلقاوا الرابط ديال القناة ديالها تحت من هذا الفيديو في صندوق الوسط دخلوا عندها وشجعوها أعبتوها البنات ترى تلت سنين دابا وهي فتحها هدل القناة مسكينة وضربات عليها تعمارة لابا بحل الشكل ديال فيديوات ديالي حتي كتعطي وصفات الساهلين اقتصاديين كتعطي فيديواتها عامرين يعني فيهم إفادة كنتم من ان شاء الله تشجعوها وجات ومجاتش بيديها خاوين وجات ممعد براسة مسكينة شفو شنو جابت جابت معها هدل بيتزات بيتزا بيتزا رولي نصورها عندها البنات في القناة قلنا ندروا شي فريريتات ونقلسها ونجمعوه ونشاركوكم ان شاء الله حتى كاشي طبيلة قصيصادي كيف مشتورة اذا شاركتو بسيط مشي شي حاجة لأن واللي تكن اعتبره بحالي بحالها قلت لي هنجي عندك نقسم الله واللي تجي عندي حتى يقسم الله يبقى الواحد يعني كيدرش حاجة بينا مقادة يصورها مع المتابعين وفي نفس الوقت يفرح بالضيف ديالو ماشي ضروري يخصو يكلف على راسو ويدرشي عراضة اني هنتو هذا هو الهدف يعني كي اللي كتبغي تعرض على صاحبتها كتحير لشنو ندير شنو الصحبة هي تجي عندك اللي لقاتها تاكلها معاك ونتي اللي لقيتها تاكلها معاك لأنه صعيب باش تلقي صحبة بحالها كصحبة اللي كتبغيك انتي ما كتبغيكش على مطلحة ولي علي باش تجي ولي باش تتعرض او لا واتشي لي كاين ما نطوش عليكم ومهاي ناديا ذا بياجات انا بقى في كوزين اختي ندخل معايا السلام عليكم كديرين بخير لا مرحبا لا لا بنيان يا الله السلام عليكم كديرين بخير سنتمنىكم دائما تكونوا بخير وعلى خير وانتو ما غتشاهدوا الفيديو ديالنا ان شاء الله وتكونوا فصحة جيدة وانتمنى ان شاء الله نكون خفيفة على القلوب ديالكم ان شاء الله ونقدم شي حاجة لي مفيدة ومرحبا بكم في القناة ديالي اللي هي مطابعة الحرة ديالكم يومياتنا ديال الشريقي غتلقاوا القناة ديالها تحب صندوق الوصفة كالبنات راهم مع رؤون اللي بغتدخل عندها تدير يومياتنا ديال الشريقي را غتطلع لها مهم غنمشي ندى معايا ديالكوزينة حتى ما زال ما كملتش الكيكا وانو نوجدو الصينية ديالنا وعد نقصو ان شاء الله خليكم معنا انا دخلتها معايا ديالبنات الكوزينة حتى بقليا رغيفة غنطيبهم والكيكا رهفت اللاج بقليا ندير على وصف كراميل قلت يتعجبوني الكيكا ديالك نشاهدون سطورك اليوم ردق الكيكا ديالي وقل اليوم الرأي ديالك بصراحة قلت لي ندير معك شي حاجة نصوب معك شي حاجة الصراحة غنطيب غير غريفة الاخرين ندخلتهم الفران والكيكا في تلاجخ قبل علينا لا تقولي شكك لا تخلي مكتحط لي لا تحسبك بأن بنات نقانات أو شي حاجة قسام البيلد انا ركا نحس بالنس اللي كيبغيوني انا وباغيني وكتحس بالنس اللي باغينك ولكن كل شي مشي مشكل كيفوت صوير كيفوت كيف يبقى غير تعامل مع الناس كتبقى على قديمة مهم ما نطوليش عليكم هدرا اندوزوا طيب ورغيفة من مشدوات طبيلة ديالنا ان شاء الله وعدنا نكملو معاكم سافي هنا يا لبنات استشعلت على المقلة تسخن كي نبدأ نطيب وهنا قدرت نصف كاس سكر ساندة على عفية مهيلة يدوب باش نوجدها الكراميل اللي غن نغلف به الكيكا وهي من المقلة غن نرشها بالزيت ونبدأ نطيب صراحة المقالي كي نفعو خطان شحال بيني وبينها ما طيبت فيها ولكن كي نفعو كالطيب إلا كانت عند كاكايا خمستاش عشرين واحدة ضغياء مهم هنا يغن طيب معاكم شو وحيدة شوفوا شحال كي كيتحلوك يجو محلولين انتو ما شوفوا البنات الرغيفة كي الخميرات الحلوة اللي كديروا في القمح فينو باش كتورقوهم كتحلوهم الداخل كي يجو مورقين ومحلولين ورغيفة صراحة كي يجو زبيني انا كل شي شهادة دي الناس كيشكروا الرغيف ديالي كي يعجبوهم مهم هنا يغن نكمل طيب ديال رغيفات ولم عمرين البنات راهوما في الفران كي طيبو كتشعلو عليهم من تحت كالعافية تكون متوسط طب حالي لغة طيبو الخبز باش ما يبقى وش عو تاني يكرمو ما تنقصوش العافية تكون متوسطة تكون مجهدة شوية حالي لكي طيبو في الخبز صافي هنا يرى كنوريكم البنات باش شوفوا الرغيفات كيفش يجو محلولين تاكي يطيبو من تحت هدو اللي في الفران وغنهبطهم يطيبو من الفوق سوف نكمل معاكم ان شاء الله مهم هنا يا البنات هذا كنس كاس ديال السكر خليته على عفيم هي لحتى دبع خاطره انا بغيت نعود معاكم هذا الكراميل بالزربة اللي ما شافش الفيديو لاخره شاركته معاكم ولكن انا نعوده هكا كنوجد كنوجد كاس ديال الحليب دوي بتيجو مع صغر ديال الطحين ونص مع صغر ديال الفاني ولكن تديروا الصغر ديال الفاني سوف تخفيهم على ذاك نس كاس ديال السكر اللي كيدوب خليوا على عفيم هي لباش غير يدوب ما يتحرقش لانا للتحرق غيجيكم الكراميل في المرورة سوف يتحجر سكر نحركو نحركو حتى يدوب سكر وهنا ندير معاونان يرى هي توجد في الكراميل انا هكا قدست هكا كنوجد طبيسلات وذك الشي مهم هنا يا البنات المرأة ديال اللقطة اللي خويت الكراميل من الفوق تمسحت الكراميل توجدوه تخويه من الفوق على الكيكة تغطيه على وجهة ورشيتها شوية قرقاء مهرمش وحبيبات ديال الشوكولات وهنا عندي تصوص ديال الشوكولات في تلاجة وستخطيطات عليها وهي الكيكة ديال نواجزة يجي في واحد المدق خطير الكيكة ديال بيرلي وحتى الكراميل وهنا البنات هاي الطبيلة ديال نار غيفات كيجيو رائعين البنات غيروهم حتى هاد المعمرين كيجو في الفران كيحبقو كيجيو مورقين من الداخل وهدو البيتزات اللي جابتنا ديال معاته وما جو فنين البنات دخلوا شوفوا الطريقة ديالهم عنده اشتركوا في القناة تحكم الفيديو في صندوق الوصف اما الكيكة رائعة اللي يحمق على الكيكة تكون فيها الكريمة والكراميل والشوكولات كيكة يجرب هاد الكيكة في مشتورة اقتصادية وكو جلدية بزب وميما ديال طبيلة ديال قوتي ديالنا متواضع غيفات وكيكة والميني بيتزا اللي جابت معها وكيكة شربناتين ودوزنا عشية مجموعين وكيكة ودوزنا العشية مجموعين وميما شاركتكم هاد الوصفات شاركنا معكم هاد الفيديو هادا ان شاء الله يعجبكم هنا غيث هالي الفيديو ديالي معاكم سلام عليكم ونطلقوا فيديو جاي ان شاء الله